وكأن لبنان لا تكفيه مصائب الكهرباء والعتمة الشاملة حتى أتاه حريق منشآت الزهراني دون معرفة الأسباب طارحاً الكثير من علامات الاستفهام إن من حيث الشكل أو التوقيت نحن المعطية هي أنه الظرف اللي خلى هالحريق يصير هو خلال النقل هلأ خلال النقل صار شي حادث طبيعي صار شي مفتعل صار شي خطأ إداري خطأ فني كله هيدا مش ظاهر ما منعرف بعد ولذلك لازم ننطر نتائج التحقيق والتدقيق لحتى نعرف إذا في حدا مسؤول أو إذا شي مسبب طبيعي يعني ما نستبق الأمور من حيث الشكل قيل إن سطح الخزان 702 مائل وتتسرب المحلوقات عبره فتقرر نقل المحلوقات إلى خزان آخر فمن المسؤول عن تعبئة الخزان وإفراغه وبدعة نقل محتوى حتى إن المسؤولين عن المنشآت استبقوا التحقيق مؤكدين أن الحريق سببه احتكاك أثناء عملية النقل فكيف يمكن الاحتكاك أن يؤدي إلى هذه الكارثة ومن أي نوع هذا الاحتكاك الذي من الصعب أن يحصل عمليا أما من حيث التوقيت فإن المؤشرات تطرح عدة شكوك حول أسباب الحريق بعدما كشفت أزمة البنزين والمزوط المدعومين الكثير من الثغرات في عمل المنشآت إن لنحية الرقابة أو خضوعها لقيود المحاسبة المالية علما أن منشآت الزهراني تعمل حاليا على أساس استيراد الفيول أويل والجاز أويل وتخزن المحلوقات المدعومة أيضا في خزاناتها فهل جاء هذا الحريق لتمصي شيء ما متعلق بالكميات وسريقات لموجودات خاصة وأن وزير الطاقة تحدث عن خسارة تبلغ 250 ألف لتر من البنزين وهناك نقطة جوهرية تطرح أكثر من علامة استفهام فبما أن محتوى الخزان تابع للجيش فإن الاختصاص القضائي هو لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وليس من اختصاص النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب التي بادرت إلى وضع يدها على الملف إذن الغموض ينتظر تحقيقا شفافا وعلميا كي نعلم إذا كان هناك من مسؤول أو مسبب طبيعي أو تخريبي أدى إلى الحريق فلننتظر